تتضعف جهود القطاع الصحي للوقاية من فيروس كورونا من خلال تعاملهم المباشر واليومي مع المصابين الزميل يحيى العمري زار مركز جد حفص واطلع عن كثب على سبل الوقاية المتبعة لدى الكادر الطبي في مركز العزل هم القدوة وهم رمز التضحية لا يمضي يوما على البحرين في ظل وجود فيروس كورونا إلا ويكون نتيجة لجهودهم والتزامهم واحترافيتهم في التعامل مع المصابين بالفيروس طبعا أحنا قبل ماني نكون على أتم الاستعداد النفسي طبعا لأن احنا عارفين ان احنا جايين هنا واحتماليات ان احنا نصاب بالعدوى واردة فاحنا نحاول قد ما نقدر فكل خطوة نخطيها نكون محاسبين يعني من ناحية السوشال دستنس حتى بيننا وبين الموظفين الثانين قبل بيننا وبين المرضى نحاسب من ناحية التعقيم نحاسب من ناحية الاكوبيبنط اللي نقعدين نستعملها طبعا احنا نجي من البيت لابسين ثياب الدوام اليونيفورم الأبيض العادي قبل ما ندخل المستشفى عندنا حجرة برا كابينة ندخلها ونبدل نلبس السكرابس ونخلي ثيابنا هناك ونتوجه حق طبعا الموقع ما العمل مالنا وعلى طول الماسك يكون علينا ما نشيلها وطبعا احنا الماسك اللي لابسينا برا الريسبشن يختلف عن اللي بندخل فيه حق المرضى يكون يعني اللي بنشفي المرضى يكون أقوى طبعا تراكم الخبرات والتجارب ولد جيلا من جيشنا الوطني الأبيض يتسلح بالعلم والمعرفة والإمكانيات المطلوبة لمكافحة هذا الفيروس الحمد لله احنا في فريق البحرين عندنا الخبرى من ناحية الأكاديمية من ناحية العلمية من ناحية التقنية بحيث ان احنا نطلع بأفضل صورة ممكنة خلال هذه الفترة ونطمن الجميع ان الكادر البحريني والفريق البحرين يقدمون أفضل صورة ممكنة ويتبعون أفضل الإجراءات بحيث أنهم يحمون أنفسهم ويحمون أبناء البيت صعوبات كبيرة وجهود حثيثة بذلها أبناء البحرين في الصفوف الأولى للحفاظ على أمن المواطن والمقيم وسلامتهم من انتقال العدوى طبعا الصعوبات لنواجهها مو قليلة في مهنتنا كتامريض أو طاقم الطبي يواجه عدة صعوبات منها أبسط شيء أنه مو سهل أنك تقال ثمان ساعات تتنفس من ماسك يعني النفسك بيتعب وبعد عندك الأدوات اللي قاعدة نلبسها مو سهلة يعني نقاعدة نلبس أكثر من قطع الكفارول غطاء الرأس النظارة هاي الأمور كلها أنها تحبس عن جسمك لها فتحس بحرارة غير طبيعية بس يعني الحمد لله رب العالمين نحن مستعدين يعني أن نتحملها في سبيل الوطن كلمات الشكر لا تفي هذه الجهود حقها ولا تعوض سهرها ومربطتها على هذا الثغر الخطير لمكافحة عدو لا تراه ولكنك مستعد دائما لمواجهته والانتصار عليه دقة ومهارة عالية يمتاز بها فريق مملكة البحرين في التعامل مع جائحة كورونا حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة